دايماً بنقول الحاجة هي أم الاختراع والأزمات دايماً بتسمع الرجالة الجمل دي ما تقاليتش هباقاً منطورة كده واللي قالها فاهم قوي معنى الكلام وقصده وإحنا في الفيديو ده هنأكد كمان على الجمل دي بعدما تعرفوا معنا قصة شخص مغربي تحول من رعي غنم فقير جداً لأغنى رجل في البلاد سأحكي لكم الحكاية أنا هايد يوسري أهلاً بجم ملود الشعبي ود رجل أعمال وملياردير مغربي بيضرب بيه المثل في الاجتهاد والسعي والنجاح رجل عصامي قصة نجاح وبقت ملهمة لكل الناس في المغرب بعدما كان راعي غنم وبقى ملياردير مشهور وكمان سياسي مشهور وصاحب شركات ومجموعة فنادق وسلسلة أسواق بثروة بتقدر بـ 2 مليار 9 مليون دولار أمريكي بحسب تصنيف مجلة فوربس العالمية الشعبي اللي تولد عام 1930 واصف حياته بأنها شبه فضاء الجولف وكلها حواجز وشعاب لكن الحمد لله بالصبر والعمل قدر أنه يتغلب عليها وكمل وقال كانت أسرتي بتعيش في فقر فقر الصمال حتى أن أخوه مات بسبب شدة الجوة وماتت البهائم ومرضت من الجفاف وأنهم كانوا بيقاسوا الجوة والعطش لثمان سنوات متواصلة الظروف القسية دي أثرت طبعا على تكوين شخصية أبوه واللي اتسمت بالقسوة والشدة فقا واحد لدرجة أني ميلود الشعبي لما كان عمره 15 سنة خاف منه وقرر ما يرجعش البيت تاني وده بعد ما أكل دي بغنمة من الغنم بتاعة أبوه بدأ في عمره الصغير ده أنه يدور على شغل كويس عشان يأمن لي مستقبل مستقبل أسرته بعد ما ساب الغنم في منطقة نواحي مدينة الصويرة المغربية راح ميلود في البداية لمدينة مراكش اللي ما قعدش فيها كتير بعد ما اشتغل بيع خضار هناك قبل ما يشد رحال بعد كده لمدينة القنيطيرة ويشتغل فيها في مجال البناء بأجر يومي وليل وبسيط لكن لما دخل مجال البناء كانت البوابة اللي من خلالها قدر إنه يأسس في أواخر عام 1984 أول مقولة في أشغال البناء والعقارات واللي تكونت من عاملين فقط إصرار الشعبي ما خلهوش محتاج لشهادة جامعية في مجال المال والأعمال وخلته كمان يتطوى بشكل سريع قوي وأسس بعد كده شركة ينا هولدينج اللي قال إنه هي دي سر النجاح بتاعها وهو بيشتغل أكتر من عشرين ألف عامل يوميا بإنه نجاح لقوة الإيمان اللي بيتمتع بيها وثقته في رب العباد في عام 1963 كانت سنة مختلفة تماما لإنه انتخب رئيسا لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالقنيطيرة وده ساعده في فهم السوق واحتياجاته واللي خلت رويته بعد كده تتضاعف وتفرعت عن شركاته مجموعة من الشركات الخاصة في المجال الصناعي المختص في صناعة الكرتون وعمل كمان شركة سنيب المختصصة في البتروكيمويات وشركة ديماتيت والكارتا في بطاريات السيارات عام 1987 أخذ الشعبي بعد كده وسام من درجة فارس لأنه قدم للاقتصاد الوطني خدمات كتير قوي كمان أخذ وسام ملكي من درجة ضابط ووسام المكافأة الوطنية من درجة قائد وفي عام 2004 أختير الشعبي راجل العام من مجلة ماروك أيدو في عام 2011 حصل الشعبي كمان على المركز 49 ضمن قائمة أغنى 50 رجل عربي وده بعد كل الكروب الاجتماعية والبقس اللي لازموا في بداية حياته الراجل ده البدوي الفقير بقى من عشاق الفراري بعد كده واللي كان دايماً بيركب فيها بعد لعب رياضة الجولف توفي الرجل الملياردير العصامي ميلود الشعبي يوم 16 إبريل نيسان عام 2016 وده بعد مسيرة حافلة لحياة مليئة بالنجاحات ومؤثرة وملهمة شكراً جزيلاً لحس المتابعة في أمان الله وتذكروا دائماً لكل مجتهد نصيب ترجمة نانسي قنقر